اهلا بيكم معاكم احمد عمر اكوتيب ستكوم وانتكلم النهاردة هي اكوة تمرينة كارديو انت ممكن تعملها بس في عشر دقيق مش محتاجة اكتر من كده بدل ما تزعق نفسك نصف ساعة للتريدمير ولا ساعة لربع ولا ساعة انا ما عرفش الناس دي بتستحمل الموضوع دوت ازاي فانا بفضل دايما ان الكارديو بتاعي يكون وقت قصير ده هو الانتيرفل ترينج بيدي نتيجة احسن بكتير بيوفر وقت اكتر بكتير وممتع بصراحة ده بيكون ممتع غير الكارديو اللي هو الطويل دوت خالص. قبل ما نبدأ يا ريت تعمل وتشغل جرس انبيعات تعمل لاني افولو على الانستجرام وعالفيسبوك. اول مثال هناخده لو انت في الجيم لو انت عندك التريدميل اللي هي داية اللي هي زيها بتاعة انا بالصراحة ما عرفش اسم التريدميل داية ايه بس هي ما بتشتغلش بالكهرباء او متشتغلش اوتوماتيك زي التريدميل العادية لأ ده انت لايزم انت تفتح او لايزم انت تجري بسرعة علشان هي تشتغل معك علشان هي تلف معك. يعني انت اللي بتجريها. فديد بتجبرك ان انت تفتح دي مش هتعرف ان انت تعمل عليها جاري مسافة طويلة بخطوة بطيقة مش هتعرف انت عمل الموضوع ده لازم الخطوة اللي هتعملها تكون علشان تشتغل معك. فانا بعمل ده وقت وبجري عليها المدة الدقيقة برضو الديقة مش هتكون كلها اكيد بس انا بفتح السرعة بتاعتي شوية شوية. مسلا على الثانية رقم عشرين او ثلاثين. بكون فتحت اقصى سرعة عندي. واحاول ان انا ثبت اقصى سرعة ديت لمدة عشرين او ثلاثين ثانية كمان. مافتكرش ان انت هتعرف تعمل اكتر من كده. كل طبعا متقدم في التمرين. كل ما بيكون عندك اكتر. كل ما بتعرف ان انت تجري اسرع. كل ما الجارية ديت هتكون اقصر. يعني هتطلع كتير جدا بس هيكون في وقت اقلب كتير. فهتكون الجارية نفسها صغيرة. وقت الراحة بقى اللي انت بتريحه فدوت المفروض ان هو يكون قد وقت مش اقل من مرتين. يفضل كمان ان هو يكون اربع مرات. يعني لو بتاعي بتاعي تقريبا كان تلاتين سانية. يبقى هريح حوالي دقتين. الراحة ديت ممكن ان انت تشي. ممكن ان انت تجري جاري خفيف. ممكن ان انت تريح خالص او تتمشى في الجيم. بعد كده تكرر المجموعة الوراها. وكرر الموضوع دوت من تلات لخمس جولات. فالموضوع كله مش هياخد مني اكتر من عشر دقائق. وبعمله في اخر التمرين خالص. ده طبعا ما ينفعش ان انت تعمله في الاول. لانه اكيد هنقلل الباور بتاعك. ده مفروض ان هو يتعمل. في اخر حصة التمرين بتاعتك. وبالتالي مش هتحتاج ان انت تسخن لها قوي. يعني انا بعمله في صراحة في يوم الرجل فكده كده ببقى مسخن يعني فبفتح تقريبا من اول جولة. لو عايز يعني تبقى في السليم خليك من تاني جولة علشان ما حدش يتمزق. المثال التاني بما ان ديت مش موجودة طبعا في كل الجمات. الجمات الليلة هيكون فيها. فالمثال التاني هيكون العجلة او دي طبعا موجودة في الجمات كلها. تقوليش ان هي مش موجودة دي موجودة في كل حتة. فهتبدأ ان انت تعمل برضو بيها بنفس الطريقة ديت اللي هي دقيقة انا شغال بسرع لغاية ما اوصل لا اكثر سرعة واسبتها لا اطول مدة نهارة فاسبتها. بشوف المدة ديت قد ايه? بشوف السرعة ديت قد ايه? بشوف المسافة اللي انا غطتها ديت بتكون قد ايه? بعد كده بريح قد مدة ديت من اه ضعفين لاربع اضعف. يعني لو بتاعك كان تلاتين سانية فانت هتريح من دقيقة لدقتين وبعد كده ترجع تعمل كمان جولة. كل جولة حاول ان انت تغطي مسافة اطول في نفس الوقت. او تحاول ان انت تعمل سرعة اكبر. توصل لسرعة اكبر. كل ده والطبع انا بتبقى شايفه قدامك في الشاشة اللي هي بتاعة العجلة. الاختيار رقم تلاتة لو انت ما بتروحش الجيم. فامل الكرار دي بتاع الحبل. بكل بساطة انا شرحته في الفيديو اللي فات بس يعني لو شرحناه تاني انت هتعمل دقيقة نط حبل. وهتحاول انت تعمل سبرينت والسبرينت زي ما قولنا مش هيكون من اول ثانية. بتصرع خطوة بخطوة. على ثانية رقم تلاتين تقريبا هتكون وصلت لاكسر سرعة عندك. بثبت اكسر سرعة ده وحاول ان انا اصرع عليها تاني. لغاية ما اكمل الدقيقة. بعد كده بريح لمدة دقيقة. واشتغل دقيقة كمان. وهكرر الموضوع ده وقت خمس جولات. يعني هياخد مني بالزبط عشر دقايق. بس هتبقى تمرينة كارديو فعلا جميلة جدا وممتعة جدا. الاختيار بتاعك رقم اربعة هو لو مفيش تمرين كيك بوكسنج دلوقتي او مفيش حد بيتمرن فيش يعني دلوقتي في الجمل اللي انا بروحه. فآآ باشت اتغل على برضو نفس الكلام لمدة مثلا دقيقة او دقيقتين او مش لازم حتى ان انت تتعملها بتايم ساعة مثلا ان انا بعمل معين. يعني مثلا آآ جاب شمال كيك باليمين. وكرر الموضوع دوت عشر مرات. بعد كده بريح شوية. اعمل الموضوع دوت على الجهة التانية. وريح شوية. بعد كده اعمل تانية تكون فيها مثلا تلاتة او اربعة ضربات. وبعد كده آآ لمدة خمس او عشر تكرارات. وبعدين اريح شوية واعمل للجهة التانية وهكزا. في خلال عشر دقيقة تقريبا بقى خلاص بقى جبت اخري. لو الموضوعات انا بعمله في اخر التمرين بتاعي. فبيبقى كارديو مفيش احلى من كده. مسلي جميل. ما زهقتش. حرقت اكتر بكتير من الكارديو التانية ممل. فبصراحة دي تبقى احلى طريقة ان انا اعمل بها كارديو. وانا قلت دلوقتي اربع تمارين. معظم الناس بتتمرن تقريبا اربع ايام في الاسبوع. فانت ممكن كل مرة تعمل نوع مختلف فيهم. ومش لازم ان انت تعملهم اربع ايام في الاسبوع ممكن تعمل اقل يعني. بس عادي مش غلط خلص ان انت هتنوع. وعندك كل الاختيارات على حسب المكان اللي انت بتتمرن تسيه. الحاجة دي مش توفرة عندك هتلاقي اختيار تاني وهتلاقي البديل التاني. فشوف ايه اكتر حاجة عجبتك في الاربع دول. اتبقى لنا في التعليقات. ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.